السلام عليكم. بخصوص الحالة الثارثة مع المسبل اللي يصير عندي ثلاث مواد. طبعا راح يصير عندي هنا نخلي البي ونخلي السي ونانا نخلي الاي. زين? عندي اهم شيان شون راح حدد النقاط بهذا الرسم. هذا الرسم شون راح حدد النقاط مالتي. لوج انا الجدول ايش عندي? عندي المادة الاكستراكت. زين? وعندي المادة الرافنية اللي هي هنانا. قلنا الجدول المادة الاكستراكت. شون راح شاخذ? اخذ بس المادة السي واخذ المادة الرافنية او الجداول اللي خاصة بالرافنية. شاخذ اخذ الاي واخذ السي. زين? اجي شون احدد هاي النقاط. انا راح اخذ هنانا اجي الاكستراكت. اجي راح اخذ القيم او القيم الخاصة بالسي والقيم الخاصة بالبي. اجي شون احددها على الرسم. اجي. لو هسا اجي المثال. نشوف ناجي الماخذين احنا. طبعا هو المثال الاول. المثال الاول. الجايش ما اخذ عندي. عندي مطيني الاي مطيني قيمة. اللي هو من صفر الحد اربعة. اهتسع واربعين. والمادة ا ا ا مطيني من تسعة وتسعين. المن الى سبعة وثلاثون. اجي شون احدد. اول ما اجي. احدد نقطه. طبعا. طبعا البي هنا مية بالمية. لننسه. هنان البي مية بالمية. زين? وهناني. وطبعا هيكي ينزل. وكذلك هيكي ينزل بس هناها ما احتاج. وعندي الاي هم هنا مية بالمية زين وهيش ينزل يعني هنا مية بالمية هيش ينزل تسعين وهكذا عند قيم السيب الحالتين ينزل من نانة هو هم هنا هم مية بالمية وينزل يتناقص وهنا هم يتناقص زين هاي انتهينا من يم اجي هسا شون اجي اشرع باس اجي عندي اجي قلنا ااخذ مال الاكستراكت اجي قيمه اجي ااخذ قيمة السي قيمة السي اول نقطة اجيها صفر هو اذا اهنانه مية بالمية هنا اجيها اهنانه صفر فاذن هو اهنانه صفر اجي قيمة البي اجيها 99 هي اهنانه مية كلش هنا بزاوي مية اجيها قيمته 99 تقريبا نقول اهنانه اجيها شون اقاطح هاي النقطين قيم السي هي شجرها خاط عدل وقيم البي اجيها بهذا وبهاي الصورة فرح تطلع عندها هاي النقطة هي لحدته مزيلا هسا هاي النقطة الاولى متبين بس هسا عندما يكون صفر يعني هنانه يعني هسا هو صفر وهنا 99 تقريبا هنا نصير النقطة الاولى هاي النقطة الاولى اجي اخذ النقطة الثانية عندي الدعش الدعش اجي هاي قلنا كل مربح هو عبارة على 10 ستمات اذا هنا مية هنا تسعين ثمانين ثمانين سبعين ايه يعني هنا لدعش تقريبا هاي للدعش ازيلا ها اه جريت للدعش اجي قيمته البي 88 ايه هنا تسعة وتسعين هنا تقريبا 88 شون اجرها اجرها خط بموازات هذا الخط زين اجرها خط بموازاته زين بموازات هذا الخط بموازاته ذني زين ووقاته يطلع للنقطة اطلع للنقطة الثانية زين اصلا عندي جقيد نقطة هاي النقطة الثانية هنا وعند النقطة الولى اجي بعد مثلا اختار النقطة 18 هنا عندي 0.9 18.9 تقريبا هنا وبموازات طبعا السيب موازات هذا الخط العدل زين والي الثانية تقريبا 80 79 اللي هي 80 اجي هنانا 90 وهنان 80 هنا اذا 79 هم اجي اجر خط بموازاتها الخطوط طلعت للنقطة الثانية زين وهكذا اكمل الخطوط هسنشوف اخير نقطة اجي قد عندي عندي سي 49 اجي احسد 49 هنا صفر 10 20 30 40 هاي 50 هاي 50 زين هنا الـ 50 هنا هو 49 اذا هاي 49 واضح هذي السي البي اجي قد قيمته 37 37 تقريبا هسا اذا نجي نسوي هنا واحد هنا اثنين هنا اثنين اثنين اربعة مو اربعة اذا نجي ناخذ منها الصفحة حسن نحسب اجي اجي 37 نقول يعني اربعين يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة هي 37 تقريبا هنا 37 زين تقريبا هنا 37 ليش لين هنا 100 لو انزل هي اقول 37 ناقص 100 تطلع لهالي النقطة او اجي احسب هن هاي الصفحة اجي احسب هن واصعد به هسه عندنا 40 اجي اربعين اجي اجي مواضات هذه زين لا اجي موازات اجي اجي احسب لا لا هي غلط هنا 37 37 هي عشرة 20 30 هنا 37 تقريبا زين 37 تقريبا فاجي اجي موازات هذه رح يجي رح يقطع لها نقطة هاي خير نقطع زين هسا هاي النقاط بس مجرد اوصلها زين هاي النقاط بس مجرد وصلتها واضح هسا اجي الجهة الثانية الجهة الثانية راح اصير بين C وبين A واضح هاي النقاط شلون هسا ارسم هناني هاي النقاط اجي ارسم هنا حدثي شاخذ اخذ ال A وال C ما اخذ ال B ال A مادة ال C هو مطنياها صفر بالجدوة طبعا بالمثال بال R بال R اللي خاصة بالرافينية فااجي اخذ ال C وال A لسي مطينا قيامة صفر خمسة بوينت صفر اثنين زين التسعة وربعين وكذلك مطينا المنطيني تسعة ويودت سعين بوينت اثنين واثمانية زين اجي احدد اول قيمتين اعرف قيمة ال B عند صفر هنا اجي الأرسم C C قياما صفر زين لانه هنا قلنا 100% وهنا نقيمة صفر واضح أجي المنطينة جهة 99 إذا هو المي هنا 100% القيمة الأي هنا 100% إذا 99 وينه هنا نصيت تقريبا هاي النقطة الأولى تقريبا هاي النقطة الأولى زيان هاي النقطة الأولى أجي أخذ مثلا أعبر 3 نقاط عدة 18 18 تقريبا هاي 10 18 تقريبا جوى 20 ويذي 80 80 وما المي هنا هنا 90 هنا 80 هاي النقطة الأولى فيجر خط نقطة الثالثة أو الثالثة أو الرابعة ما لكو مشكلة هسا شوي تقدم عندي أخير شي أخذ قبل الأخير 53 53 هناش قد يصير 10 20 30 40 وهاي الخمسين 53 تقريبا هنانا زيان هاي 53 زيان ويجرد 53 ويجرد 37 point 37 point 9 يعني 40 الأربعين أخذها مننا أحسن واحد اللي هنا صفر ما لأي 10 20 30 هاي 40 زيان هاي لأربعين مجرد بس أوصل طلعت عندها هاي النقطة من كملة عدة هاي النقاط هم أكمله زيان واربط هنا بهذا القوس لين بحي يصير شغلة علي زيان هاي صار عند الكير وضح هذا الكير هاي بخصوص الرسيم ثبتت عند النقاط مال تي ثبت الكير اللي أحتاج أثبت عليه نقاط الار نقاط الار ونقاط الاي زيان هاي النقاط الاي هنا وهاي الصفحة ونقاط الار أثبتها على هاي الصفحة مال كير زيان هسا عرفنا شون نرسم نرسمه ثلاثة وشون الحدد قيمه ما عندي بي شي هسا أجي شا سوي هسا أجي هاذا رسم تلكير هسا نخذنا رسمي زيان لا لا هاذا رسم تلكير أجي هسا لو أجي آخذ شد مو أجي شون أرسم بس شون أجي أحل طبعا الرسم هذا كله يطنياء كامل هذان يطنياء كامل طبعا نجي لهذا الرسم هذا الرسم شون هذا شون هذا قيم الاكس هي قيم الاكس يمن تابعي قس تابع للرافينيت زيان قيم الاكس للرافينيت والقيم الواي المن قيم الواي تابع للأكستراكت زيان بس يا قيم اعوض هنا. انا الاكستراكت عند ثلاث قيم. وعند الرافينة ثلاث قيم. بيو ايو سي. فاني الاكس يا قيم اعوض قيم السي الموجودة بالجدوى. واضح? اللي هي تبدي بصفر خمسة بوينت صفر اثنيا. الدعش بوينت صفر خمسة. زيان? والواي. الواي اعوض قيم هم السي. اللي هي اشقد قيمة. قيمة صفر. الدعش بوينت خمسة. ثمنطعش. زيان? وهكذا عوض هين واسم الكيرب مالتي. واضح? انتهى منيح. اجي. اه طبعا اشتغل هاي التقسيمات. ذني. هاي ام ارادلها محاضرة لوحدة واذا تعرفونا بعد احسن شوان اقسم شوان اسوي. زيان? حدد القيم اللي مطنيا هنا انا مال جدول حددتن واخلص منيح. فهذا انتهن منيح. هسا اجي شون اشتغل. اول ما اجي. اول ما اجي. 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 احدد نقطة. الاكس. الف. الاكسف اجقد عدده خمسين. اجي. 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 اطبعا. هاي الصفحة قلنا شنوب؟ هاي الصفحة تاخذ فيت ورافينيت. وهنانا الاكسورات. واضح. من انتهى من يماه. تانى من يماه. اجي. اه الاكسف اجقا اجي. اه ايكسف واحد اثنين تلاثة اربعة اہمسة. هاي هنا خمسين. واحد اثنين ثلاثة اربعة هاي خمسة زيان هاي النقطة اكس اف زيان حددته هاي جورها اشي سوي احدد قيمة الواي اس تركيز البي تركيز الواي اس يعني التركيز السولفنت يعني اذا كان نقيف الواي اس ايش كيف يسوي انه صفر زيان اذا كان صفر فهو عندي البي هنا في هاي نقطته زيان هو مو الواي اس الواي اس تركيز الشي اسمه السولفنت فعند المية بالمية هو جدي ساوي انه صفر زيان اذا كان مية بالمية فهو نقي فعنده صفر زيان فعندي شنش يسوي هاي النقطة حددت هي عبارة عن شنون واي اس مرات تصعد مثلا مرات الواي اس الواي اس طبعا هنا مية بالمية وهنا مية بالمية زيان في تجي تصعد مثلا عشرين هيك وصعد هنا مثلا عشرين وصعد حسب مثلا بي من وبين من بس هي دائما انا اشجرها بين السي البي والسي بهذا الاتجاه زيان لان هي دائما محصورة بهذا الاتجاه عموما فهس احددت عندي نقطة الواي اس حددتها وحددت الاكس فيد واضح كملت الرسم كملت عندي الجدول كملت الكيرف اجي احدد اول نقطة اكس اف وشنوة والواي اس حددت على جهة الرافنية وهناها على جهة الاكستراكت واضح اجي بعدين شا سوي اجي اجر خط مستقيم بين الواي اس اللي هي قيمة الصفور وبين من بين الاكس اف جريت خط واضح اجريت اف حددت اجي اه بعدين شا سوي اقول من اوصل خاط انت انا خط حس اجي اسوي ماتيريا البنرس اطلع قيمة الان الام انا اقدر اطلحها اف زائد ان اس طبعا كده معطيات بالجدول ويطلع عنده 4700 زيان لين 2500 زايد 200 يطلع عنده 4700 زيان اجي استخدم اقول لل الاكسات او للتراكيز افي اكس اف عندي ثيناتين هنا عندي الاس طبعا موجود بالمنزمة الشرح فالمهم احتاج شنو قيمة او شلاح اطلع قيمة الاكس ام قيمة الاكس ام اجي اعوضها هنا انا اجي اعوضها زيان اش طلعت عندي او بوينت ستة وعشرين تقريبا هنانا يعني هو بالرسم طلح هنا بالرسم قلنا اذا حددنا القيم هنا انا عوضناهن اطلع تقريبا تقريبا هنانا مزيان شا سوي له قيمة الاكس ام انا شاكو اكس وشاكو رافنية اصقط على خط الخمسة واربع شاكو اكستراكت وانا احدد على الخط الكيرف واضح هاي معلومة خلوها اتفيدكم اجي اش عنداني او بوينت ستة وعشرين نفس ما اطلعها هي انطلع تلسيت اجي اصعد على الخط الخمسة واربع من الخط الخمسة واربعين اجي اصقطت شنوه سقطت طلعت نقطة الام واضح هاي انتهينا نقطة الام اجي اش عندي بعد اش عندي حس اجي اطلع الاكستراكت كمية الام اجي شون اطلع هاي انتهينا هي قيمة ام هس هذا المطلوب هو هنا راح انحله هس هذا المطلوب هذان يكون انهيج هس المطلوب شنوه راح اطلع قيمة الاكس والواي اللي من خلال اجي اسوم بالمثيلة بلانس ها اطلع قيمة الار وليه زيان اجي اش افرض افرض جو هاي القيمة اللي هي اكس ام اجي قد ال اكس ام او بوينت ستة وعشرين لازم افرض قيمة اقل من يمين مثلا افرض او بوينت خمس وعشرين اجي اسقطت اجي اسقط خمسة وع hatred اجي اتكملت وهنا سقطت اسقطت على هذا الكيرفع على هذا الكيرفع إلى هذا الكيرفع طلعت عندي نقطة R نسميها R1 بنفس النقطة سويتها وأنا سقط بنفس النقطة على الكيرف ومن الكيرف أسقط على هذا الكيرف زين كما سقط على هذا الكيرف زين طلعت E1 كن هاي النقطين أوصل بياناتين كن هاي النقطين من أوصل بياناتين كون تمر بالM هس هي مرت بالM هذي الM هنا بهذه الصفحة الام وهذه المفروض تمر بالM زيان أسي ما مرت بالأم أخذ نقطة أقل أخذ نقطة مثلا أقل أجي مثلا أخذ هاي هنا مثلا نشوف أجغل تقسيمه مثلا 25.5 يعني أقلته قللته أجيتها ومصعدت على الخط الـ 45 ومتن زيان أدية طلعت لهنان الـ R بعد هاي ما ليشغل به الـ R أجع عين وحدة جديدة لأن ما مرت بالأم R1 طلع عندي أجي أكمل فوق على الكير أصعد هنطلعت لي A1 هس هنا نقول نقول مرت هنا بالخط الأسود نقول سقط مع الكيرف طبعا اجيت على الكيرف عوضت طلعت شنوه طلعت مرت بالأم إذن شا اعتمد اعتمد قيمة الـ X هاي لأخذته اللي اجقد مثلا أنا اختارتها O.45 أقول هاي قيمة الـ X زيان O.25 قيمة الـ Y شون عوضها تقول أنا مصعدت مناني سقطت على الكير هاي منا رح تمر رح تمر بي من قيمة Y قيمة ما الـ Y أجي أخذها أجي أقول قيمة الـ Y قيمة الـ Y قيمة الـ Y هذا قيمة الـ Y هذا طلع عندي مثلا يجقد هنا مثلا يجقد مطلعتها O.17 زيان O.27 زيان هاي الـ X والـ Y هي هاي دخل الرسم كلها عمد أطلع قيمة الـ X والـ Y واضح شا سوي بععد بالمثيلة بناس هم مثل ما هذا طلع الـ M E زادا R اثنائة المجهولة الـ E والـ R مجهولات ما عند قيمان ما هذا الرسم ما أقدر طلع مين مقيم كميات أقدر طلع مين بستراكيز فطلعت قيمة الـ X والـ Y أجي عووثا بالموازنة فطلع عندي الـ R إذا رايدي أكثر من استياجة أو أكثر من مرحلة فأنا شا سوي بس مجرد وبكان ما شنت أجر من الـ X F أجر من الـ R اللي طلعته بكان ما أجر هو أسوي خط بين X و F للهذه بكان ما أجر هذا الخط من الـ YS للـ X F راح يصير عندي بالاستياج الثاني من R1 للـ S راح أجر من R1 من R1 المن للـ S راح يصير عندي هذا الخط هم أجي راح أطلع بالموازنة المتيلة راح أطلع M وسقط وطلع أطلع M1 M2 زيان M2 واجه أم أختار قيمة أقل من M2 واجه أسقط لحد ما يطلع عندي R2 و E2 يمرن بالM2 زيان وهكذا استمروا هاي العملية زيان هذا بخصوص الرسم هو بخصوص الحالة الثالثة ترجمة نانسي قنقر